ومن ثم اقترحنا ان يعقد مؤتمر يمني عام يعقد في مارب في عتق بشبوى في سيئون في اي مكان بالمهرة هذا المؤتمر تخرج من هذه الجبهة وسط ركود سياسي تتصاعد دعوات موجهة من بعض القيادات السياسية وشخصيات من المقاومة الشعبية لتشكيل جبهة انقاذ وطنية لمواجهة اختلالات الوضع القائم وتوحيد الجهود في معركة اليمنيين ضد الميليشيا انحراف مسار معركة استعادة الدولة وتسليم قيادات الشرعية كل اوراقها للتحالف خلق وضعا مختلا في اليمن فالتحالف الذي تدخل لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب اصبح يدعم انقلابات اخرى في مناطق الشرعية وبرزت اولويات مختلفة عنوانها اطماع النفوذ والوصاية صمت قيادة الشرعية وتماهيها مع مشاريع الاطماع الخارجية او على الاقل عجزها عن مواجهتها دفع العديد من المثقفين والنشطاء الى تأييد مثل هذه الدعوات باعتبارها اخر فرصة لانقاذ البلاد يراهن الرئيس هادي على الدعم السعودي وهي ربما اخر ورقة في الاستمرار على هرم الشرعية لكن هذا الدعم قد لا يستمر الى ما لا نهاية لا سيما بعد التسهيلات التي قدمها السعوديون لتمرد المجلس الانتقال في عدن وغض الطرف عن عدم التزامهم باتفاق الرياض طوال هذه المدة موقف الاحزاب السياسية لا يختلف كثيرا عن موقف الرئيس هادي فاقامة قيادتها في الرياض وعدد من العواصم العربية منذ خمس سنوات جعلها غير قادرة على انجاز صيغة وطنية للخروج من الازمة الرهنة ووضعتها رهينة حزابات خاصة تزيد من تعقيدات المشهد اليمني الامر الذي اظهرها جزء من المشكلة وليس الحل بحسب البعض تمر الازمة اليمنية بحالة شديدة من الاستقطاب والانقسام وهو ما يطرح سؤالا مهما يتعلق بمدى قدرة اي تكتل جديد على انجاز مهمة اسناد الدولة وتحقيق الاتفاف الشعب حولها ربما تحيط تعقيدات سياسية وقانونية باجابات لمثل هذه التساؤلات لكن المؤكد ان الاستمرار بهذا الوضع لن يفضي سوى الى مزيد من التفتت للشرعية وللبلاد اشتركوا في القناة